اشتركوا في القناة الآن يلا نبدأ نبدأ مع أول سؤال one match match ما معنى match يعني اربط جيد إذن هنا سنربط هذه الكلمات مع السؤال التي رسمتها هنا إذن الوحدة الأولى اللي هتدرسها هذا الفصل هي وحدة حيوانته الأليفة my pets الحيوانة الأليفة اللي هم حيوانة للإنسان يقدر بهم في الدار من بين حيوانات اللي حد درسهم هم ثلاث حيوانات هادو إذن dog اللي هو حسن ما نجوبوش نقولهم كمان وبنجوبو dog cat rabbit dog cat rabbit repeat with me repeat with me هني عودوا معي dog cat rabbit excellent ممتاز الآن بالنسبة لكلمة الأولى dog dog هذا هو dog الآن الكلمة الثانية cat cat بالنسبة لآخر كلمة rabbit نربطها مع هذه rabbit إذن repeat with me dog cat rabbit dog cat rabbit very good جيد جدا الآن لننتقل للسؤال الثاني look look يعني شوف انظر and match and و match اربط الآن كما ترون هنا عندنا مجموعة من الصور مقابلها وتقابلها عذرا صور أخرى داخل معباعة الآن حنا وش لازم نديره لازم نربطوا هاد الحيوانات مع الصور المناسبة لها هاد الصور تمثل يعني أجزاء من كل حيوان عيننا وحو نشوفوا هاد الحيوان الأول هذا حيوان الثاني حيوان الثالث إذن هادا كفوش نسموه نسموه a bird a bird bird عيدو ماي bird bird يعني عصفور عندنا هنا هادي نسموها a fish a fish يعني سمكة ويدا كانت سمكة ولونها شغل ذهبي نسموها a golden fish يعني كما جدوها في الكتاب المدرسي عندنا هنا هادا كفوش نسموه شفناها الفوق a cat 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 يعني قطة cat آية الآن هنا عندنا حاجات هادو في هادة الحيوانات عندنا الحاجة اللولة اللي هادي هي وش نسموها tail 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 لهو الذيل feather feather لهو الريش bill 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 اللي هو المنقار وبالنسبة لكلمة fin فمعناها زعنفة بدوك نقول لكم واحد الملاحظة مهمة ركزوا معايا مليح بالنسبة لحيوان الأول أنا قلت لكم bird bird يعني عصفور بس صح انتوا ما في الكتاب رح تقرأواه canary canary يعني canary ما عرفوه كامل هادك زاوش ليجي صفر هادك اسموه canary كي ما راكم تشوفوه هنا أنا فقط حبيت هنا ينسميه عصفور يعني بصفة عامة بس كي canary هو يعني نوع من الطيور بالنسبة لي الحيوان الثاني فهو نقول لكم سمكة fish بس رح في الكتاب المنطرسي هتلقاوه gold fish gold fish لي معناها ترجمة حرفية هو السمكة الذهبية سمكة ذهبية على بل احتقاه في كتاب المدرسي باللون الأحمر لأنه شغل فيه لون أحمر هو في الحق لو انت عشغل برتقالي هكا كذها بيش هكا ايا صف في هاد الحيوان أنا قلت لكم سمكة وخلاص الفش إذن هكا باش ما تقولوش كيف أشقينهم في الكتاب هكا وأنا قلت لكم باسم آخر للتوضيح فقط بس حنتوما في القسم وانتمنى ما توقفوش فقط على هاد الحيوانات اللي قلتوهم في القسم وإنما تزيلوا تحوسوا على حيوانات أليفة أخرى باش تعل مكتب الآن إحنا وش نديرو نروحو نشوفو هادي الصورة الأولى وش يجي معها هل the bird هل العصفور عنده a tail عنده ذيل هكا بهذا الشكل no عنده عنده feather عنده الريش feather نربطو هاد الصورة مع هاد الحرف الآن هادي bill منقار أسكلوس فور عنده منقار و yes fin no ما عندوش دوكن ما رحو نشوفو the fish بالنسبة للقط cat وش عنده عنده a tail يعني they الآن الآن نتقل لآخر سؤال three answer ثلاثة أجب answer يعني لازم نجوبه على هات الأسئلة أجب answer one one have have you got a pet have you got a pet هل عندك حيوان أليف تموش تقولوا عندكم ما عندكمش إذا عندكم قولوا yes I have yes I have نعم عندي وإذا كان ما عندكمش قولوا no I have not no I have not الآن ننتقل للسؤال الثاني two what is it اثنان ما هو يعني إذا كان عندك هذا الحيوان ما هو بالطبع لا يمكن الإجابة على السؤال الثاني إلا إذا كان عندنا وكنا نملك حيوان أليف إذا كان عندنا نقدر نجوبه على السؤال الثاني فنقل لك وش نوه هات الحيوان ثم وش تجوبه تقوله يعني تقوله أسمه تقوله it is إنه مثلا إذا كان عندكم قط تقوله it is a cat إنه قط ولا إذا كان مثلا عندكم a goldfish تقوله it is a goldfish ولا إذا كان عندكم canary تقوله it is a canary إلى آخره ثوي ثلاثة what color is it what color is it يعني وشنه اللون التاو ما لونه هاد الحيوان الآن كل حيوان لون التاو مثلا إذا قلتوا بلي عندكم حيوان أليف عندكم كان آري قولوا it is yellow it is yellow يعني لونه أصفر مثلا إذا كان عندكم a cat يعني قطة مثلا تكون بيضاء تكون بيضاء هذه القطة تقوله it is white يعني إنه أبيض إنها بيضاء مثلا إذا كان عندكم أرنب لونه مثلا أبيض كما هذا تقوله it is white وإذا كان مثلا بني قولوا it is brown إذن هات السؤال كل واحد كماش رح يجاوب عليه إذن أنا نتمنى فخان التعليقات كامل جوبوني على هات ثلاث أسئلة ويا حب ذا لو كان يكون عندكم حيوان أليف ومعا إذا ما عندكم حيوان أليف حاولوا جوبوني في التعليقات على أساس عندكم حيوان أليف تخيلوا أنه عندكم حيوان أليف وجوبوني على الأسئلة باش نشوف إذا أعرفتوا جوب وإذا تعلمتوا إذن هاكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون يعجبكم وتكونوا استفدتوا أي سؤالة وستفسار ما تنساوش تطرحوا في خاناتنا التعليقات وأيضا ما تنسوش اشتراك في قناة الإنجليزية مع سارة إلى اللقاء نلتقي في فيديو آخر دمتوم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر